ونعيد التواصل لكن مباشرة هذه المرة من معبر رفح مع الزميل محمد جمال محمد ذكرت في إفادتك أن دخول الشاحنات مستمر خلال أيام عيد الفطر من معبر رفح ومن معبر كرم أبو سالم على التوازي لكن ماذا عن أو كيف رصدت دخول الشاحنات هذا اليوم نعم دكتور خالد هناك إصرار من الدولة المصرية على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار الساعة هنا أمام معبر رفح يعمل المعبر على مدار الساعة رغم أننا في إجازة عيد الفطر المبارك لكن المعبر يعمل بطاقته القصوى وتعمل السلطات المحلية المصرية على إنهاء كافة الإجراءات وسرعة تمرير تلك المساعدات من هنا من الأراضي المصرية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه المنطقة التي تشهد حرب استمرت أكثر من ستة أشهر ولا تزال دائرة حتى الآن خلفت حتى الآن ما يزيد عن 33 أو ربما 34 ألف شهيد وما يدنو من 75 ألف جريح هؤلاء الجرحة في أشد الاحتياج إلى المساعدات الدوائية والطبية إلى جانب الطبع المساعدات الغدائية التي وصفها المجتمع الدولي بأنها توقن جاء لهؤلاء الفلسطينيين الذين يعيشون مجاعة والذين يتعرضون لإبادة جماعية وفقا للمنظمات الدولية وما وصفه المجتمع الدولي هنا إصرار كبير دكتور خالد من الدولة المصرية على إنفاذ المساعدات وسرعة إرسال تلك المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الاحتلالة على تعطيل وعرقلة وصول تلك المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين قبل عبور معبر رفح والوصول إلى الأراضي الفلسطينية تمر تلك الشاحنات بعدد من المراحل كمرحلة التدقيق التي تمارسها سلطات الاحتلال والتي تلعب دورا كبيرا في تعطيل وصول تلك الشاحنات منذ الصباح الباكر وحتى الآن وصل ما يزيد عن 127 شاحنة محملة بسلع غذائية ودوائية إلى جانب أربعة شاحنات تحمل وقود واستقبلها حتى الآن 22 مصابا من الجانب الفلسطيني وصلوا إلى معبر رفح وقدمت لهم الخدمات العلاجية وتم عقب انهاء إجراءات استقبالهم نقلوا إلى المستشفيات تمهيدا لعمليات جراحية ربما وفقا لاحتياج كل حالة على أي حال نحن مستمرون معكم من هنا من أمام معبر رفح حيث استمرار تضفق المساعدات الإنسانية من معبري قرم أبو سالم ورفح الحدودي هذا المعبر الذي لم يغلق باباه على مدار ستة أشهر ماضية رغم كل التحديات التي كانت موجودة والتي لا تزال هناك حرص من الدولة المصرية على إنفاذ هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في وقت عاجل وعلى مدار الساعة نعم شكرا لك محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري